اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر اكد اهمية اللقاءات الخليجية المشتركة التي تسهم في زيادة قدرة دول المجلس على مواجهة الاخطار التي تحدق بالمنطقة جاء ذلك لدى استقبال سموه وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ودي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله الى البلاد صباح اليوم للمشاركة في ختام تمرين امن الخليج العربي واحد كما كان سموه في مقدمة مستقبلي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كان صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي اخي هيما صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لدى وصوله الى البلاد صباح اليوم للمشاركة في ختام تمرين امن الخليج العربي الاول كما كان في الاستقبال عدد من المسؤولين بالمملكة والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين ولدى استقبال سموه لسمو ولي عهد السعودية بحضور سمو ولي العهد اشهد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالمبادرات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز تماسك البيت الخليجي والعربي مؤكدا سموه بان المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين باتت مصدرا لمبادرات الوحدة والتعاون والتكامل على المستويين العربي والخليجي مشددا سموه على اهمية اللقاءات الخليجية المشتركة التي تسهم في زيادة قدرة دول المجلس على مواجهة الاخطار التي تحدق بالامة من خلال تكثيف التنسيق وبخاصة المرتبط بالجانب الامني وتسهم في زيادة مستويات التأهب والاستعداد الامني بدول المجلس واشهد سموه بالمواقف المشرفة للمملكة العربية السعودية في نصرة قضايا العرب والمسلمين وفي وحدة الصف ولم الشمل مريبا سموه عن تقدير مملكة البحرين العالي للدعم اللامحدود الذي تحظى به من شقيقتها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وهي مواقف ليست بمستغربة على بلد كان وسيظل منطلقا لكل ما هو خير للعربي والمسلمين وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن علاقة مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لها طابعها الخاص والمميز في ظل ما يربطهما من تاريخ عريق يشهد على الازدهار الذي تشكله هذه العلاقة عبر محطاتها التي تضيء تاريخ البلدين والتي ازدادت تطورا بفضل ما تحظى به من اهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين ونوه سموهما إلى حرص مملكة البحرين على استمرار التواصل والتنسيق مع المملكة العربية السعودية في جميع القضايا وفي مقدمتها توسيع دائرة التكامل والتعاون الثنائي في مختلف المجلات والبناء على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من تفاهم في الرؤى والأهداف وأشهد سموهما بالازدهار والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وبجهوده وبصماته البينة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية للمملكة العربية السعودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة